السلام اخوتي اليوم سوف نحضر معكم بروشات اللي يأتيون فتيين لا تشبعون منهم مضاق الديد بزاف 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 يعني فتيين فتيين كي يدبوا في الفم سوف يأخذوا طريفات اللحم مما بغيتوا انا قطعت شوية من الفخد و شوية من الكاتف وحصلت على طريفات اللحم هكا اللي خاصة بالشيواء يعني خاصة بالشواية مهم عندي طريفات اللحم وضفت ليهم شوية الملحة صغيرة الكوركم الخرقم البلدي معلقة صغيرة البابريكا تحميره شوية السودانية نصف معلقة صغيرة الكامون الملحة الكامون الخرقم البلدي تحميره وشوية القصبر حبوب يابس يجزون في حال الوصفات وضفت معلقة صغيرة مع مراش المطارد اللي يفتلينا هذا الحم معلقة متوسطة ومعالقة متوسطة ومعالقة زيت زيتون أو زيت النباتي اللي بغيته وبصيلة صغيرة صغيرة بزاف اللي يشل التهرقيق وممكن كذلك تحكوها وحد الفص ديال التوم محكوك التوابيل اللي عندي كاملين تخلطونهم مجموعة ومشتكوه المعالقة خشبيه مجموعة ومعالقة مجموعة اذا لم تحركت جيدا سوف تقوم بتحقيق طريف الحم بسلوفة و تركيهم قليلا حتى تشربوا هذه القعمة جيدا وتعمروا في هذه المصفة في هذه الحديد وتبدأوا مباشرة تشويهم بعد أن تشعلوا الفاحم جيدا في حين اذا كنت توجدوا هذا البروشيت توجدوا قبل و تركيهم توابل و تجعلهم بشكل جيد و تجعلهم بالليل و توجدهم و تجعلهم بالليل و توجدهم و تجعلهم نتلقى أنتم معي أخوتي انا كنت جيدا أعطي بثلاثة بثلاثة كنت جيدا لنكمل ثلاثة و تجعلنا قريبا 8 نتلقى و هذا شيء يجب أخوتي يسعبوا نثلاثة و تجعلهم حولوا تجربوها التبور التي أعطيتكم أنا متأكدة سوف أعجبكم سأصبحوا الى الآخر ننصف